تذكرك راشة الطفولة؟ أول فنانة مذيعة كنت شنا المعلمة المعلمة شو نتعني اسمها؟ لا أخف أكيد ما راح تذكرك لا لا ذكرتنا أنا ملتقي بها بعدين آه أوكي ملتقعت بها يعني سلمت عليها كشخصية مشهورة؟ والله أحب ليلة علوية وأحب شنت معجب جدا بعيون صفية العموري طبعا أحب ليلة علوية جدا جدا صرحت بمقابلة سابقة أنك تمتلك باسورد الأغنية العراقية صحيح صحيح ما هو وقت تعرف أن هذه الأغنية ستضرب؟ ما هو وقت هذه الأغنية ستوقع؟ من أن تبدي تسجل طبعا هذا لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى لا عمل التوفيق أنا أعرف باسورد الآليات والباقي متروك للظروف؟ ما هو متروك للظروف والتوقيت والذوق الجمهور هذه كلها أشياء ليست قرارات لكن آلية التسجيل واختيار المفردة واختيار الصورة من البداية أرى أن أغنية تسمى هت لا يوجد مجال للنقاش أغنية تتحمل احتمال تضرب و احتمال لا تضرب وأغنية من البداية لا يوجد أغنية أغنية مثل أفلام المهرجانات للنخبة؟ أرى أني لم أفردت النخبة و لم أحبها و لم أكن شيء في الكون أكو لا أرى أن أفلام المهرجانات هي للنقاد و للفنانين لكن لا أرى أن يمنعون الناس أن يذهبون لها أي لكن لا تلبي طلبات الناس شوف الفرق هذا الموضوع الذي هو التسويق العمل المهرجان العادي هو للتسويق و للتجارة العمل الذي يطلق عليه للنخبة هذا هو الاستعراض استعراض أمكانياتك و أدواتك بالنتيجة أي عمل فني هو فنان و جمهور أنت تبطي العمل عندك تسمع للجمهور أنت لا يوجد علاقة الجمهور نخبة لو لا نخبة أنت تريد الناس تحبك أساسا لا تعرف شخصيات الجمهور هذا طبيب هذا ناقد لكن أنت لازم تراعي الكل بعمل واحد أنه سيسمعون مختلف الأذواق و مختلف الثقافات أكو عمل كذا لك؟ توقعت أن ينجح كل شيء ما نجح؟ لا أكو عمل توقعت بسيطة و ضربة حققت شيء بالعكس بالعكس شكرا لكم شكرا لكم